متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وسلمة شركة علي بابا اطلقت نموذج جديد وهو نموذج كوين اميج نموذج لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي طب ايه اللي يفرق او يميز هذا النموذج عن النماذج الاخرى اولا هو قدرته الفائقة على توليد نص واضح داخل الصورة وحاليا هو بيدعم الانجليزية او الصينية فقط كمان في بعض القدرات الاخرى اللي موجودة فيه وهي التعديل على الصورة نفسها يعني انت ممكن ترفع صورة وتطلب منه يعدل على الصورة فيه فهم عميق جدا للألمانس الموجودة داخل الصورة يقدر انه هو يحرر الصورة بناء على تعليمات نصية واضحة التفاعل مع الاميج امبوت الصورة اللي انت بتدخلها يلا بينا نشوف مع بعض علشان نختبر كوين اميج يحط لك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو هنجربه هنا كوين شات هبتدي اختار الاميج جينريشن 16 لتسعة هبتدي احط الامر ده بالنسبة لي دعمه للكتابة داخل النص هبتدي ادوس انتر هنا انا بستخدم نموذج الصور مع كوين 3 235 بي كان بشكل سريع كده نروح مرة تانية على هاجينج فيس نجرب كمان اللي سبيس نخط هنا الامر ونعمل رن حابة اشوفه على الكوين شات وايضا حابة اشوفه على هاجينج فيس زي ما احنا شايفين جودة دعمه للكتابة داخل الصور حلو جدا sticky note محطوطة على table don't forget the meeting at 3 pm نروح مرة تانية كده الهاجينج فيس بالسبق على هاجينج فيس بيولد الصورة زي ما احنا شايفين قدامنا 70% نتيجة برضو حلوة جدا زي ما احنا شايفين don't forget the meeting at 3 pm عملت تجربة تانية اختبرت ايضا في الكتابة a big sign at the street says open 24 hours the street looks empty الشارع فاضي وفيه زي يفطة كده متعلقة او لافتة مكتوبة عليها 24 او مفتوح 24 ساعة ونصيحة ما تعملش two description في نفس الشات ليه بقى هقولك ليه لما هنا قلت له anion shop sign at night that says open 24 hours اعطاني الشكل ده كأنه بيبنيني على الصورة اللي قبلها فمن الافضل كل مرة بتولد صورة دايما روح ليه شات جديد تعال بقى نشوفه فيه توليد الصور السينمائية طبعا ما ننساش ندوس image generation وهنا خلي 16 لتسعة وهقوله اماني standing in the rain at night new city lights reflecting on the wet street ultra HD cinematic lighting ويندوس انتر بص جمال النتيجة بقى بتاعت الصور لاحظ برضو ان انت بتتكلم فيه نموذج مجاني شغال به زي ما انت عايز زي ما احنا شايفين وهنا نقدر نحنا نعمل download اتحسن كتير تعالى نختبره بقى في النصوص الطويلة والانفو جرافيك هل هيعرف يعمل لي انفو جرافيك ولا لا او هيتعامل ازاي مع النصوص الطويلة هنا انا عايزاية ديني الهيومان برين او مخ الانسان in english ندوس انتر هتلاقيه دايما فيه الصور اللي داخلها نصوص بياخد وقت اطول من توليد الصور اللي ما فيهاش نصوص ودي ملحوظة انت هتلاحظها وانت بتعمل توليد للصور خدت نفس الامر حطيته على quen image space اللي موجود داخل هاجينج فيس لان حسيته انه هو بيعمل run اسرع ادي الاجزاء بتاعة المخ هتلاقي لو جيت رجعت الكلام المكتوب لازم الاول تراجع برضو علشان تتأكد انه هو بالضبط الاجزاء هو حطيتها في اماكنها وحطيتها صح بالضبط زي ما مكتوبة والنتيجة كويسة جدا كويسة جدا هو على quen لسه ما انشأش الصورة واخد وقت شوية ولكن حبيت ان انا اورهيلك على quen image الموجودة على هاجينج فيس تعال نشوف بقى حاجة تانية وهي البوسترات قدرته على توليد البوستر لو رحت هنا حطيت البوستر ده انا عايزة هنا بوستر لفيلم رعبة مثلا اسمه زا شادو روم وابتدي ادوس رن بصوا الجمال حلو جدا زا شادو روم البوستر كويس جدا طبعا الموضوع ده ممكن ينفعك لو انت عايز تعمل ثامنيل او عايز تعمل صورة مصغرة لفيديو يوتيوب ولكن خد بالك هو بيدعم فقط اللغة الانجليزية واللغة الصينية طبعا انت تقدر هنا ان انت تتحكم تحت هنا برضو في الاسبكت ريشيو وفي الجايدنس سكيل انك كلمت عن الكلام ده من قبل والنمبر اوف انترفيس ستيبس الوقت اللي بياخده طبعا كلما كان اقصى حاجة كلما حيطلع لي الصورة تفاصيل بتاعتها افضل واحسن وهنا انت الافضل انك دايما تفعل البرومت انهانسمنت وطبعا السيد لو فيه صورة مقاربة كده للصورة اللي انت عايز تطلحها بتقدر تحط السيد نمبر هنا كلام ده بلي كده احنا اتكلمنا عنه بالتفصيل دي النتيجة النهائية النتيجة دي كمان حلوة جدا ولازم تتأكد زي ما قلتلك ان الكلام باللغة الانجليزية مكتوب مظبوط قارن داخل النص بالكلام المكتوب على الصورة واي دي النتيجة عمل لك الانفو جراف تعالي بقى نجرب التعديل على الصورة هبتدي ارفع صورة ويكون صورة زي دي هنا هقول له غير المان اللي في الصورة with a middle age man وحتدي ادوس انتر عايزاي يغير اليونج مان الموجود او المان الموجود لي middle age man هشوف هقدر يعمل لي التعديل ده ولا لأ بص الصرعة طبعا فرق كبير جدا لما بيعمل لي تيكست جوه الصورة بياخد وقت او انفو جراف بياخد وقت لكن بالنسبة للصور العادية ما بياخد شوقت هنا هو غير لي الشخص اللي قاعد على الكرسي بشخص middle age man زي ما احنا شايفين الى حد كبير الصورة جيدة تعالوا نجربوا مرة هنجربوا مرة تانية في افكار ابداعية خلي البوستر واحد لواحد مستر ياسمان مفروض كده بوستر فكاهي او ابداعي هنشوف الصورة مفروض ان دي حاجة يعني ابداعية او فكاهية فهنشوفه وممكن يديك حاجة شكل عامل ازاي الموضوع ده برضو لو طلع بشكل كويس حينفع قوي مع الصور المصغرة الخاصة باليوتيوب agent x زي ما احنا شايفين البوستر حلو جدا جدا بطيف واخد الستايل بتاع الكوميك بوك تعالوا نشوف برضو على hugging face البوستر برضو رائع طبعا هنا مع اختيار الابعاد 16 لتسعة هنا مع اختيار الابعاد واحد لواحد طبعا ال ايه طبعا زي ما قلتلك تقدر تعمل صور مصغرة اليوتيوب حلوة جدا باستخدام هذا النموذج حانا اكتفي نهاردة بكل الامثلة اللي احنا طرحناها النهاردة ان حبيت ان انا اوليك استخدامات عديدة لنموذج كوين للصور اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة احب اسمع رأيكم في التعليقات واشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد وزي ما بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تدعمنا باللايك وشير والكومنت لو كنت من متابعينا الاعزاء ولكنتو بشوفنا اول مرة ما تنساش تعمل سابسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وانتم فرعيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته